حتى دكتورة بليزيد من يستشهد في مسألة الزواج دي طبعا الولي المفروض يسأل إن جاءه رجل ليقطب ابنته يتحرى إلى آخره إن ذهب إلى مكان الذي يعيش فيه وبدأ يسأل الناس أمانة أمانة بينك وبين الله أن تشهد بما تعرف بالحق ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وعشان كده ما اعتبروش ده من الغيبة المني عنها لا هذا فيه حق إصلاحي فيه حق فيه إثبات حق أنت حقر لفت النظر أنت بتتكلم أنا بشهد شهادة للذور بلساني صح أو لا اللي بيشهد شهادة للذور بلسانه اعلم أن لسانك هذا سيتكلم يوم القيامة وسيكون شاهد عليك فيما نطقت أنا استحضرت الآيات القرآنية وقالوا لجلودهم لما شاهدتم علينا الغريب في الآية أن كأن الإنسان مش عايز يبطل شت الزور حتى في الآخر يعني عمال يقولهم أنتوا شهدتوا إزاي كده فأهلونه طب وحنا نعمل إيه؟ أنتقن الله الذي أنتقن إحنا مش زيك أنت قدرت في الدنيا تجيب شاهد يشهد معاك لكن يوم القيامة تجيب الشاهد ده الآية اللي بعدها وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعمل إن تظان إن ربنا سبحانه وتعالى لم يطلع عليه ولذلك شهادة الأصل فيها أنك تعامل الله عز وجل